أنا ربما أحيانا ألجأ إلى أو أنشد بعض المثالية في بعض التصرفات خصوصا حينما يتصل الموضوع بجمهور عريض من الناس أو من البشر وهذا النوع من الجمهور هو نوع محدود الهامش العقلي صح التعبير أو الفكري لأنه ينتمي إلى فئة من العمالة الأمية يعتقد أن الأمور تدار بطريقة غير الطريقة التي يعتقدها أو يظنها لابد من التعامل مع هذه الفئة من الناس بطريقة تخاطب مستواهم النفسي والعقلي ومستوى التحديات التي يواجهوها في دخولهم إلى المملكة وبعد وجودهم في المملكة وبالتالي أنت تواجه جمهور عريض من الناس الطريقة الأفضل لمعالجة هذا الأمر هو الاستمرار في إشعار هؤلاء بأن وضعكم خاطئ وأن وجودكم أيضا موجود خاطئ وأنه لن يترك لكم فرصة في كسب الرزق بالطريقة التي أنتم تحاولون أن تفعلوها الآن لا بد من تصحيح أوضاعكم لكي تكسبوا عيشكم بطريقة مشروعة لأن هذا مضر بأمن البلد لأن هذا أيضا مضر بمصلحة المواطن السعودي لأنه لا بد أن يكون بيننا نوع من التفاهم والتعايش وعقد بين المواطن وبين المقيم عقد يكون من متضمناته الحفار على أمن هذا البلد دكتور هل تتوقع هذا الذي يحمل السكين ولا الفاس ولا الساطور يعني هذا العام أن يفهم هذا الطرح الذي تقول والثقافة التي تريد أن يكون عليها لا أنا مه بالضرورة أنه يفهمها بالطريقة التي نتكلم فيها لكني أنا أعتقد أنه هو سيحاول أن يكيف وضعه مع الوضع الجديد لأنه أنا أقول لك شوف بأمانة هو لم يحمل الساطور ولم يحمل السكين إلا بعد أن شعر بنوع من الخطورة التي تداهمه هو لما أتى من بلاده إلى بلادنا لم يكن يحمل معه لا سكينا ولا ساطورا هو جاء يريد يبحث عن لقمة عيش كان في بلده يعيش نوع من الفاقة أراد أن يحسن هذا الوضع فأنتقد أنه هو حمل الساطور والسكين حينما وجد أنه شبه محاصر صح التعبير وأن مستقبله مهدد هو يعتقد أن مستقبله مستقبل مشروع لأنه رجل محدود التفكير أو محدود الفهم لمثل هذه التحديات فأنا أعتقد طبعا لا أبرأ الأثيوبيين أو غير الأثيوبيين من أن هناك بينهم بعض المجرمين أو بعض الناس الذين احترفوا الجريمة مثل أي مجتمع بشري آخر فيه الطيبين وفيه السيئين لكني أنا أتكلم عن ما شاهدنا وما رأينا أنا أعتقد أنه على سبيل المثال فيما حدث في منفوحة خلينا نحكي بطريقة كنت أقرب للمشاهدين أنا أعتقد أنه هناك سارت مواجهات بين المواطنين وبين المخالفين من الأثيوبيين وأنا ظني الشديد أنه من الأسباب الأساسية هو تدخل المواطن نفسه في العملية الأمنية تدخل المواطن في الحملة الأمنية أصبح يتقمص شخصية رجل الأمن وبالتالي حدثت المواجهة بينه وبين الأثيوبيين صدقني هذا الطرح وأنا قرأت وأنا سمعت أيضا من يطرح هذا الطرح الذي نسمعه منك الآن يتهم في وطنيته ويقول هذا كلام غير وطني الآن الحملة الأمنية على شدها ومفروض حتى لو في بعض الحق نصمت ولا نتكلم حتى تؤتي الحملة الأمنية ثمارها لا نبرر لهؤلاء أنا لا أبرر لهؤلاء أنا أقول بأنه حتى قلت هذا الكلام أن الشعار أن المواطن رجل الأمن الأول استغل في هذه المناسبة استغلال سيء المقصود بهذا الشعار هو أن يكون دور المواطن هو التبليغ هو التعاون بالمعلومات مع رجال الأمن إذا شافوا شيء مخالف أو شيء يهدد أمن البلد أو أمن الوطن أمنها الفكري أو أمنها الأخلاقي أو أمنها السياسي لكن ليس أن يتدخل المواطن بيده هناك قانون القانون له جهات محددة تنفذه الرجال الأمن هم المسؤولون عن تنفيذ هذا القانون وعن تطبيقه على الناس سواء مقيمين أو مواطنين أو مخالفين أنا أعتقد أن تدخل المواطن في تنفيذ هذه الأمور أو هذه القوانين أنا أعتقد هو أساس الخطورة وهو الذي خلق هذا النوع من المواجهة أنا لا أريد أنا لا قد يكون الشباب الذين تدخلوا في هذه المسألة تدخلوا بصفاء نية وبطيبة قلب واعتقادا منهم أن هذا دورهم كمواطنين أنهم لا بد أن يساعدوا رجال الأمن في القبض على مثل هؤلاء المخالفين لكن هذا مع الأسف الشديد حق أريد به باطل يعني أنا أعتقد أن في بعض الناس استغلاء استغلال سيء للتعبير عن ما يسمى بشوفينية مقيتة تجاه الأجانب وتجاه الناس الموجودين على أرضنا بصراحة أنا حسيت في لحظة من اللحظات أنه إحنا كمجتمع سعودي نتحلى بالإسلام وبأخلاق العرب لا ينبغي أن يكون المستجير بنا أو الموجود على أرضنا حتى ولو كان من غير ملتنا لا بد أن نحميه لا بد أن نساعده على نفسه هو ارتكب خطأ صحيح هو مخالف لكن هل هذا في حالة المخالفة أنه هذا يعني يحرمه من حقوقه لم يعود له حقوق هذا غير صحيح الكلام اللي يحصل طيب دعني دعني وأنا أعتقد أنه هذا حدث رغما عن رجال الأمن اللي كانوا موجودين في الساحة صحيح المواطنين الذين كانوا موجودين اجتاحوا الساحة لم يكن بمقدور الرجال الأمن أن يتدخلوا بالشكل المطلوب أو بالشكل السريع لأنه يمكن الموجة كانت أكبر من ما تحتمل لكنها ينبغي أن نوعي الناس ونوعي المواطنين بأن هذا الأمر ينبغي أن لا يتكرر مطلقا الموكل إليهم تنفيذ القوانين في البلاد هم رجال الأمن وهم الموكل إليهم مراعاة مثل هذه الأمور نحن كمواطنين نكتفي بأن نبلغ بأن نوصل معلومة إذا شفنا فيه خطر يتهدد أمن البلد يتهدد الأمن الأخلاقي الأمن الفكري الأمن السياسي لكن لا ينبغي أبدا أن نأخذ هرواتنا ونأخذ سكاكيننا وننزل إلى الشوارع في مطارد هؤلاء الأجار